قبل ما يبدأ المقطع اتمنى انك تحط الزر اللايك وتشترك في القناة اذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد واتمنى انك تنشر الرابط لاصحابك اللي لعبوا اللعبة ردد رديمشين تو عشان يستفيدون وانا استفيد شكرا لك هلو والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد رديمشين تو زي اللهب طبعا في هذا المقطع رح اعطيكم عشرة حركات او عشرة معلومات رح تفيدك جدا 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 ورح تفيدك يعني بنسبة 100% هذه الحركات لو عرفتها رح تخليك من لاعب مبتدئ الى لاعب محترف طرحة المعلومات جدا مهمة لازم تعرفها الحركة الاولى اللي هو كيف تطلع الماب طبعا كلنا نعرف انه لما انا بنطلع الماب لازم نسوي start بعد start نختار اللي هو خيار الماب من start لكن في طريقة اسهل يا خوي بدل القروشة هذي كلها كل عليك فقط انك تتمي الضاغط على start وعلى طول رح تظهر معاك الخريطة فكذا يكون تحفظ لك وقت كثير واحسن من انك اللي هو تسوي start بعد ان تخش على الماب فقط عشان تطلع الخريطة خليك الضاغط على start الحركة الثانية رح تتعلق بالميني ماب او خريطة اللعبة خليك ضغط على السهم تحت رح تظهر لك مجموعة من الازرار لما تضغط الهوام ثلث رح يحول لك الخريطة عندك الى بوصلة فقط الاتجاهات رح تكون ظاهرة زي ما تشوفون في الجيم بلاي لما تضغط الهوام ربع رح يكبر الخريطة بشكل كامل وتظهر فيها تفاصيل جدا كثيرة لما تضغط الهوام خيارة لكس رح يرجع الخريطة لوضعها الطبيعي وشكلها الطبيعي لما تضغط الهوام دائرة رح يخفيها بشكل كامل وتصير انت تمشي على حسب حفظك وتعيش حياة الكابول الحركة الثالثة اللي هو التنقل بين الخريطة طبعا كلنا نعرف ان المشاوير في اللعبة جدا جدا طويلة وطول مرة فهذه الطريقة رح تفيدك جدا ورح تفيدك هذه بنسبة مليون في المية لانها حركة جدا رهيبة اول شي رح تحط علامة على المكان اللي تبغى تتوجه له حلوين رح تحط علامة على المكان اللي تبغى تتوجه له بعدها رح تخليك الضغط على التتشباد او الشاشة اللي وسط اليد خليك الضغط عليها رح يوديك اللي هو السينماتيك كاميرا زي ما تشوفون الان لم يوديك السينماتيك كاميرا اضغط اللي هو اكس مرتين او ثلاث مرات بعدها راح يكون الحصان يمشي لحاله وراح يوصلك للمنطقة اللي تبغاها وانت متكي يعني تروح تفك الانستغرام ولا سناب شات وهو رح يوصلك للمكان المعين هذه حركة جدا جدا مهمة ولازم تكون عارفها يا رهيب الطريقة الرابعة طبعا كثير سالون يا صالح ان الحصان عندي مات كيف ارجعه الى اخره طبعا انت كلاعب للعبة ريدجر ديمشين تو لازم تكون شايل شيء اسمه اللي هو الهورس ريفايفر او منقذ الحصان هذا دواء ينقذ الحصان طبعا الحصان قبل ما يموت بشكل كامل يطيح في الارض ويكون يعني متعور او مغمى عليه وعليه زي التوقيت كذا فانت بالهورس ريفايفر لما تجيه راح تحطيه هذا الدواء ويقوم اذا ما اعطيته الدواء راح يموت بشكل كامل طبعا الدواء هذا جدا جدا مهم ولازم تشتريه عشان تتفادى ان حصانك يموت او انه يتمج ويموت بشكل كامل فجدا ضروري انك تاخذ الهورس ريفايفر سعره تقريبا 10 دولار لكن مهم جدا بالنسبة للحركة اللي بعدها راح تتعلق بالحصان طبعا احيانا الحصان يكون مزعج بشكل كبير جدا على سبيل المثال انت قاعد تصيد صيد معين تحص الحصان من اخر الشارع يجيكم درعم ويخلي الصيد يهرب ويعرف انه في احد راح يصيده فيكون اللي بساطة عشان تخليه يوقف وما يلحقك راح تأشر المؤشر عليه وراح تضغط التو وبعدها راح تمشي بعد ما تمشي راح تظهر لك مجموعة من الخيارات لما تضغط مثلث راح يلحقك لما تضغط مربع راح يبقى في مكانه لما تضغط دائرة راح يهج من جنبك ويصير تصرف بشكل عادي او كشكل حصاني بالنسبة للحركة السادسة راح تتعلق بالسلاح ولما تأيم بالسلاح لما تأيم بالسلاح وتضغط لهو سهم فوق راح يرفع السلاح على فوق زي ما تشوفون في الجيم بلاي وانت راح تطلق يعني تكون نوعا من الترهيب للمواطنين او انك لما تسرق بنك او حاجة تهددهم بهذه الطريقة تأيم ورح تضغط اللي هو سهم فوق بالنسبة للحركة الثانية راح تكون اللي هو تأيم وتضغط سهم يسار راح يغير لك الكاميرا اللي هو يمين ويسار طبعا هذه تفيدك جدا جدا في المحاربات يعني اذا كان واحد زابن وراء الباب والحاجة تسوي هذه الحركة تقدر تشوفه وين زابن بالنسبة للحركة الثالثة راح تتعلق بكيف أقنص بتقنيصة السلاح بكل بساطة راح تأيم ورح تضغط لهو سهم تحت راح يقنص او يأيم بتقنيصة السلاح زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالنسبة للحركة السابعة حركة جدا جدا مهمة ولازم تعرفها عشان تصير محترف في لعبة Red Redemption 2 المنظار واستخدامه في الصيد طبعا راح تطلع المنظار وتقرب على الحيوان اللي تبغاه بعدها راح تضغط R1 لما تضغط R1 راح يدرس هذا الحيوان وراح تطلع عنه معلومات لو تلاحظون تحت في اليمين انه فيه نجوم هذا الحيوان على سبيل المثال نجمة وحدة فهذا الحيوان ما راح يجيب لك اللي هو مبلغ لما تبيع الجلد حقه على سبيل المثال ايضا هذا معه ثلاثة نجوم فهذا الحيوان راح يجيب معك سعر غالي جدا فانت حاول بقدر الامكان انك ما تصيد الى الحيوانات او بثلاثة نجوم عشان تنباع بسعر غالي يعني لما تبقى تصيد استخدم المنظار في صيد الحيوانات او دراسة الحيوانات دائما دور على الحيوانات بثلاثة نجوم عشان تبيع عشان تنباع بسعر غالي بالنسبة للحركة الثامنة راح تتعلق بارثر وتعامله مع السلاح طبعا كلنا نعرف انه لما نضغط الوان مرة واحدة راح يرجع السلاح بشكل طبيعي لكن لما تضغط الوان مرتين راح يرجع كده بطريقة فنية زي ما شفته في الجيم بلاي طريقة حلوة او حركة حلوة انه لما تضغط الوان مرتين يرجع السلاح بطريقة فنية ايضا عندك اللي هو لما تضغط الو مرتين وانت شائل اللي هو الرايفل او البندقية راح يشيلها كده بيد وحده وصراحة يكون الشكله فخم فاذا انت كنت شخص يعني يتآذي المدن ومطلوب بين المدن حاول بقدر الامكان انك تمشي كده في يدك سلاحك يعني تكون صراحة شكلك فخم فلما تضغط الو مرتين على البندقية راح يشيلها بيد وحده بالنسبة للفرد لما تضغط الو مرتين عليه راح يرجع في جيبك بطريقة فنية بالنسبة للحركة التاسعة ترى تقدر تحفظ ملابس او عدة ملابس في الحصان حقك وتلبسها وقت ما تبغى راح تتوجه لخزانة الملابس في المخيم حقك وتروح تضغط عندها ساهم يمين تروح عند اللي هو الاوتفيتس ورح تظهر معاك اللي هو ملابس كثيرة موجودة عندك فانت اختار الملابس اللي تعجبك ورح تضغط عليها مربع اللي هو store in your horse طبعا انصحك صراحة انك تاخذ اللي هو على الاقل اللي بس شتوي واحد عشان اذا رحت الثلج او حاجة فبالمختصر المفيد اي لبس يعجبك او اي لبس تصممه تبا تحفظه في الحصان راح تروح عنده خزانة الملابس ورح تضغط عليه مربع وكذا يكون ينحفظ معاك في الحصان بالنسبة لكيف تستخدم الملابس اللي حفظته في الحصان راح تتوجه للحصان راح تتم ضغط على ال when بعد راح تضغط له r1 r1 لما توصل لخيار ال horse ومن هنا راح تختار الملابس اللي تعجبك عشان تبدل بين لبس ولبس راح تضغط لهو يا r2 اي يا l2 طبعا زي ما تشوفون في الجيم بلاي لما اخترت لهو احد الملابس على طول الشخصية وارثر مورغين اللبس اللبس وايضا تقدر تحط لهو الملابس اللي تعجبك او الطاقية اللي تعجبك من الخيار اللي جنب الخيار حقا بالنسبة لي الشيء العاشر او الحركة العاشرة لما تخش المدينة او تخش اي محل في المدينة وانت لابس اللي هو القناعة او البندانة ما راح يخليك تشتري منه وما يتعامل معاك ابدا بل انه يقول لك شيل القناع بعدها اقدر ابعلك وايضا في اشياء ثانية انه لما تروح تلفلف في المدينة كل الاشخاص اللي في المدينة يعني يطالعون فيك هذا ايش وضع ويش وضع وحتى بعضهم يتجرى عليك ويجي يتكلم يقول لك ايش عندك هنا وليه يحاط الماسك طيب كذا يكون علمتكم على عشرة اشياء جدا مهمة وتفيدك وتخليك من مبتدئ الى محترف كذا اصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام سيكون